الرحمة والسكن لما سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما رفعش ايده على حد وما خوفش حد ازاي بتقوله انه الزوج يقدب زوجته لو اخطأت بيه ما عرفش يضربها بايه كده حتى ولو ضربه بسيطة لا انا طلعت في كل القنوات قلت ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال قال انه ما فيش حاجة اسمها ضربه مباشرة لما فيش حاجة اسمها في حالة الزوجة الناشز فقط مراحل التدرج للتهزيب وليس للتعزيب للتهزيب وليس للتأديب بمعنى الاول ينصحها النصح والارشاد وانا ما استهلش منك المعاملة دي وانا بعملك بما يرضي الله ورسوله فلم تمتسل ولم ترجع عما فعلت من النشوذ فيهجرها فيفرشها يديها ظهره بس في نفس القوضة يمكن ده يوجع نفسيتها اصلحنا المقصود هنا في الضرب اللي جاي ده الايلام النفسي وليس الايلام الجسدي فاذا لم تمتسل للهاجر في الفراش فممكن ان هو يضربها الضرب اللي هو قال عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الغيره مبرح اللي هو ما وجعشي ومش كل النساء فيه نساء الكلمة نفسها بتوجعها ومش كل النساء طبعا طبعا لا نوضحها هقول لحضرتك في معاني كثيرة انا ذكرتها ان الضرب معناها الاعراض او الانفصال او الهجر او القطع او الحد الفاصل يعني ايه عشان يبقى الكلام بسيط للناس طيب مش كل النساء تستحق الضرب تبقى اللي حضرتك بتقولي صحيح